أهلا وسهلا بنادخالتي ولادخالتي كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير بإذن الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الحركة التي تشوفها فقط الفيديو خاص بالنساء مهم واحد الموت التبعاء لا نقدرش نقول لكم الله لأنكم عزاز وغاليين فعلا شوفوا الفيديو اللي تبارك الله رقى واحد نجاح كبير فيديو على كيفاش كنهزو الراحم اي الوالدة هالطريقة هادي احتهي آمينة بسلام وزويونا يعني ما تخابوش منها اللي ملقاش مسكينا لأنها تدير لها العملية باش تهز لها الوالدة او الراحم هاد البوزيزو اللي كتشوي فيه او طريقة تمارين لشد الراحم ما غنوقفوش هنا لا المهم كنناخدوا واحد الراحة يعني كن نهبطوا جسم ديالنا الى السالة حين بحال هكا مهم لش ما قديتوا لأن اول مرة تمرين ان شاء الله الفيديو فيتحطا في القناة كما اكتلكم هاد الفيديو سابقا نزلتو في القناة ديالي مهم سيداتي بإذن الله جميعا نزلتو في اي وقت بغيتي في اي وقت ولكن الافضل افضل انك تكوني مواقل طريقة الصحيحة لان تكون النبولة خاوية من البول عزكم الله يعني لقد ارتدي الحركة هذي لقد ارتدي الحركة هذي بحال هكا وتكون انتيا يعني غتقادي نفسك لان لاش لان ما غنوقوش لهذه الحركة هذي السيدة مستبعات لبات مني نعاود الفيديو ماشي مشكل مع الشرح هذي زوينة اقصي مبيل العاية العظيم مني كنعمل لك نحفلكم بالله اقصي مبيل العاية عالي ويعلم في القلوب يعني هذي العمل يا مني كنديره كتهنينه من بزر المشاكل حتى من حرق الماء او النبولة مني كتكون فيها الام ويعني الوالدة كنعرفوه كتطيح الى النبولة كلمتي تعجبوه جيك الكلمة ان الوالدة طيحق يعني الوالدة نازلة العربية بتعرفت يعني مني كتكون الوالدة نازلة يكون مشكل كبير مني غا نعملوه هالطريقة هذي خصداروه وتكوني عاد خرجتي من الطوالة عزكي الله لاش لان الحركة التانية هذي مني غا نديروها فين ما تحسي براسك انك عيتي نعود نحط الجزء ديالي السوف للأرض المؤخرة يعني نحطها للأرض باش نتسارح نعود تاني شوية ونهز تاني الخسر ديالي الأعلى ولكن فين كين فين كين الحكمة كين انني عزكم الله مني كتبغي تحس بخروج الريح كنحبس يعني كنزير نفسي مني كتكون مع الجماعة عزكم الله وكتحس براسك انك بغي تعمل خروج الريح وكتحبس هذي هي العملية اللي غا نديروها مني نهزوها هكا الراحيم ديالنا هكا الطريقة يعني في ذلك اللحظة تشدي العضل المهبل يعني بحال غا تحبسي عزكم الله او كاكا او خروج الريح علشان قلت لكم ضروري تكون نبولة خاوية يعني عزكم الله تكونوا دخلتوا المرحاد وخلصتوا نهائيا يعني النبولة خاوية باش مني تبغي تزيره تكون عملية شد المهبل او شد الراحيم يعني شحل مقضيتي يعني شحل مقضيتي تهزي الخسر ديالك على الارض كي اللي غتكون سمينة وما عنداش يعني ما كينش اللي غا يهزها هالطريقة هادي هانتو ما انقدار بحال هالطريقة المره اللي عندها جوز ديالك يعني جوز استفليك يكون سمين وعارفين النساء اول مرة ما غتقدرش تهز الجوز استفلي بحال هكا تهد الحركة ولكن ما غتكونش احسن بدون خدة احنا دائما كنبغون بسطولكم كنحل فيكم بالله هاد العملية جربتها يعني تعملوها زويونا وغا تقول لفعلها فيما يكون عندك بقية فارغ وتكون النبولة ديالك خاوية عملها لماذا نقول لكم ان النبولة تكون خاوية حانت إذا كانت عامرة وانت تزيري كعني تحبسي العملية الرياضة تقادي النبولة يعني بحالة شي حاجة يعني خسرنا كل شيء ضربناها في الزيرو لقمنا الله عزكم الله ونخرج من المرحات نعمل هذه الحركة هي من الأفضل تكون بدون مخدة يعني تحاول ولكن واحد السيدة قالت لي بانني ما نقدرش قدمها زيتي شويان ماشي بزيف قدمها في الأول ستحسبي من واحد جوج ثلاثة ونطلق النفس ديالي ركزوا معي يالله يجازيكم بالخير والإحسان يعني منا نعمل هذه الحركة سنزير بحالة مثل نحبس بي بي او نحبس خروج الريح ونحسب واحد جوج ثلاثة ونطلق النفس ديالي نعود ثاني نتسراح ونحبس بإذن الله من واحد جوج ثلاثة حتى بإذن الله بإذن الله توسيط العشرة صافي مني توسيط العشرة عرفي ركي عملتي واحد إنجاز كبير هاكدا غا تكون درتي واحد الرياضة ساهلة كما كتشوفوا معي الرجيلة بحال هاكا سمحوا لي يا راني ما كينش يعني ضروري خصني اللي شرح قدرت علي الوليه ديالي كنتمنى الشرح يكون مبسط مني نعود ثاني نعيا نهز بها طريقة آمنة وأنا كنزير بي بي عزكم الله وأنا كنحاول ما أمكان بسط ليكم هادي كنحرف ليكم بالله وصفة اللي زويونا وغتلقوا على الراحة علاش لأني أنا جربتها وعملتها صراحة يعني حتى ذاك حريقة المال يعني الوالدة منك تكون نازلة على عزكم الله على النبولة حتى هي فيها واحد الراحة حتى الآن تم هالطريقة اللي شتو كنت حطها تهيا في الفيديو السابق يعني هاد الحركة هادي وشي حد يضرب لك في القدمين من الأعلى حتى هي زويونا مني نعيا لأن كان عارفوا هاد الحركة شوية حلاش لأن الدم كينزين هي راه هاد رياضة زويونا سيدات اللي خدامات اللي حصل العون يعني النهار كامل ومواقفين على القدمين دياله كيف الدخلي يتأخذ من وقيتك وخغير جزو دقيق حل ما قضيت تنعسي على الظهر ديالك وتهزي رجيلة هكا بدون مخدة بحال هكا يعني العنق ديالك وخنحط على المخدة وخنحط على المخدة وخنحط على المخدة هكا زرشلية المهم العنق ديالك بدون مخدة يعني الأسفل للظهر ديالك بدون مخدة علاش باش الدم ان شاء الله اللي في القدمين ينزل كما كتشوفه معايا ويهبط تهادي كتكون واحد الراحة زوينا والوالده احتاجه كترجع للبلاصة ديالها ولكن بدون مخدة نجلسش حالما قديت لمرة ربت البيت تاني مني كان عارفوا ان الوقوف يعني في المطبخ وشغال دار بساعات ولكن ما كان رحموش نفسنا وكننا اخذوه واحد الحركة اللي آمينة زوينا وكنتنفعنا انا ولفت عليها بدون مخدة نستلقى على الظهر ديالي وكنهز القدمين ديالي الرجلين قد ما قديت ونحسب شحالما قديت وشوي بشوي غنعود من واحد وشلاته حتى العشرين بإدني الله شحالما قديتي را ما غتقاديكش نعملها ونسلاح صافي وننوضف حالاتي حتى الغديتني ان شاء الله مني القوقيته وغتشوفي من اول استعمال انا كنقولها لكم وكن عاودة لانا انا فعلا جربتها وبثاف الناس عجباتهم هاد القضية لانا شحالما اكتبتها في الكومنطير فعلا طبيب اعطاها لي هذا هو احسن تمرين لشد الراحم مهم الطريقة الصحيحة هي هادي بدون مخدة وكن نهز رجلة الاسفد هي هادي بدون مخدة انا المخدة عطيتها النساء فقط للي عندهم الوزن زيد وما تقدرش نحن مكان بغوش نقادو انفوزنا مكنش اللي يهز معاك بنت خاتي الوزن يالي كان من الاحسن مخدة ولكن هي الطريقة السليمة هي هادي وانا كنهز وكان ندير الحركات اللي قلت لكم ديال اناني نشد العضل ديال المهبل بحلقة نحبس بي بي طريقة سهلة انا يعني منقدرش نقول لكم لا مننزلش فيديو وعدتها وانا عند الوعد يعني بامكاني نقول لها سير الفيديو ونحط لها الرابط ولكن حنت هي ضيفة جديدة عندي في القناة ومرحبا يدخلوا عندي ضيفة جديدة ويقولوا لي يارا بغينة كده وكده ما نقدرش ما نقدرش نقول لهم سير وكده يعني دور وحط ضوائرة في القناة وشوف اللي يعجبك انا ما نخسر عليك حتى شي حاجة حركة تمرين انا اني كان عملو في نوقت الراحة ديالي خصوصا نهار اللي يكون عندي نهار تقيل يعني تخمال والصابون وكترة الوقوف وتنحص براسي انني كترت يعني تمارا هاد الحركة هادي يعني في المد سراحي اني ربح لهاك وخصوصا خصوصا هاد الحركة هادي تبغيك انك تكون كريشة خاوية يعني بالنبولة ما فيهاش ولا قطرة عزكم الله من البولة باش لحبستي طريقة باش تحبس بي بي عزكم الله او تحبس خروج الريحة يعني شو بيت نقول يعني النبولة تكون خاوية باش من قادوش لماتانا حتى تمنع علينا نحبسو بي بي ولكن مني تخرج من طوال تعمل هاد الحركة دي كتكون نبولة خاوية كتدير واحد الشد العضلة اللي آمين وترويد يعني مئة في المئة عنده نجاح كبير عن تجربة يعني كنت مني الفيديو يكون واضح هالتمرين في اي لحظة بو يديري اما ديك الطريقة ديال الشد الراحمة يعني بتك الطريقة التقليدي اللي وريدكم اما هالتمرين ديال البوح ديتك اللي انك تعملها تكون نبولة خاوية عزكم الله وفي اي وقت ارتاحتي يا ابنت خالتي كان من الشغال ما عليك الا تريحي سهلا يعني ما غا تكنفك حتى شي حاجة كنتمنى الفيديو انه يكون واضح كنتمنى الفيديو يكون واضح انتم ومايا را من اول استعمال باذن الله غا تشكرونه و تكتبوا في كومنطير ناعمة فعلا وصفة رائعة حتى النساء اللي عزكم الله كترة التبول ما تكون عندهم البلد كتكون الوالدة نازلة انبولة يعني قطرة وحدة ما يحبسوا كنتمنى الفيديو يكون واضح بإذن الله سمحوا لي لكثرت الهضراء والله العظيم فقط للشرح لا غير انا مكره نقول لكم السلام عليكم وعلكم السلام عليكم ولكركم عزيز وغاليين كنتمنى الفيديو يكون واضح بإذن الله تحياتي لكم أينما كنتم وعافكم الله